طيب خليبا نروح للمصار الفني فاك والأغاني الجديدة تانيا أنت أغانيك يمكن مختلفة أو طريقتك مختلفة مواضيعك مختلفة شوية عن الأغاني اللي احنا متعودين عليها دايما الأغاني أو المواضيع اللي بتتناوليها بتكون لها علاقة بموضوع بعيدة عن الأغاني شوية الرومانتك أو الأغاني الغرامية لغاية ما جينا في الفالنتاين أو من الأسبوعين كده قررتي تروح للموضوع تاني وقضية بقى الناس كلها بتتكلفين بهم مهمة بردو موضوع الحب بقى والرومانسية والحاجات دي بعدك حبيبي نزلت بشكل معين الكليب بشكل مختلف بلاك وويت أبيض وسود ويعني مختلفة حتى عن نوع الأغاني اللي بنتعودين نسمعها في الفالنتاين أو في الشهر الثنين تحديد تقليبت بالمواجه عن الناس كلها في الفالنتاين يعني تقليب مواجه بس كلمين بقى عن الأغانيات دي هلأ حقلك أول شيء أنه أنا عندي كذا أغنية خاصة لإلي هي رومانسية بس لأنه الأضايا الإنسانية اللي كتعم غنيهم كانوا دايما يكونوا إذا بديك الأهم فالأغاني الرومانسية كان دايما تجي عز الساكند إذا بديك بس كان عندي كذا أغنية مثل شو ما صار وشو مخبى الليل وكل ما افتحتهم عينيك لموه تانتونجو أغنية أنا كتبتها بالفرنسا ومن ألحان ميشيل فاضل يعني عندي تنوع بالأغاني الرومانسية بس هالمرة هيك أثرنا أكتر يكون هيدا الموضوع شوي سبيشل هلأ رح تقليل ليه بالأسود والأبيض وليش هالأغنية منه كتير فرحة لأنه بعيد الحب فيك من أشخاص منه 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 سعيدة ما أنت حدا بحياته أو هالشخص اللي بتحبه ومنه موجود لأسباب فيها تكون أنه خلصت العلاقة أو فيه يكون مضطر ما يكون موجود لأنه سفر أو غيرها الأسود والأبيض لأنه الحب هو أسود وأبيض يعني الحب أبيض وقتا يكون القصص كلها كتير حلوة وأوقات وقتا تكون العلاقة عم تخلص أو عم تمرق بظروف صعبة بتكون بالأسود هالأغنية هي من كلماته ألحان توني كرم وهذا خمس تعاون معه والتوزيع لفاتشي كالندريان مع توزيع رائع للأوركسترة تسجلت بأرمينيا هذا نوع الأغانية والشغل اللي أنا بحب أشتغل عليه كتير يعني بحب أنه الموسيقى تكون عن جد عم بتوصل الكلام بإحساسه وصورته كت عملي كورونا ما كتعارفة أنا كتير كتير صاخنة بهيدا النهار وكان بلش السمتومز يباينه علي وكتير خير قال له ما حدا أنه عدا بالكرو بس كانوا ظروف شوي صعبة لقليه بس مبسوط أنه قدرنا نلاحقه على قد قبل بالكتر طفpot أن تكونوا من سفر будут جديد عندakukan جديد